نبدأ جولتنا الليلة من الحسكة السورية التي تحولت إلى ساحة مواجهة هي الأعنف من نوعها بين الأكراد ودماشق منذ خمس سنوات قصف لا يتوقف وبيانات عسكرية شديدة اللهجة يصدرها أكثر من طرف الحكومة السورية تتهم الأكراد بالاعتداء على المدنيين وبنزعة الانفصال وهم يتهمونها بالبطش وواشنطن تحذر وتتوعد وأمام هذا الوضع المتفجر تكاد تختصر الحسكة اليوم ما تشهده الساحة السورية من تقلبات قد تعيد صياغة المشهد بأكمله لكن ثمن ذلك يدفعه مرة أخرى آلاف المدنيين العالقين في مصيادة المعركة طفلة تأن في حلب سيبقى بكاؤها حبيس جدران المستشفى الذي ترقد فيه لن يكترث له كثيرون كما كانوا ليفعلوا قبل أيام حين كانت مدينتها هي المحور بين ليلة وضحها حكمت الترتيبات الإقليمية بمحور جديد للساحة السورية إنه أقصى الشمال الشرقي السوري الحسكة من هنا اختارت الأقلام الدولية البدء بكتابة الفصل السوري الجديد معطيات المواجهة الجديدة تتوزع بين السماء حيث ولأول مرة واجهت طائرات أمريكية سلاح الجو السوري بحجة الدفاع عن مستشاريها العسكريين العاملين مع المسلحين الأكراد والأرض حيث لخص بيانان عسكريان صدرا عن طرفي القتال الموقفة وكشفا عن تعقيداته وتشابكاته بيان الجيش السوري يصف للمرة الأولى الأكراد المقاتلين في الحسكة بمسلحي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ما يعني ضمن صبغهم بصبغة إرهابية ترضي ترتيبات المرحلة وعلى رأسها ما بات يعرف بالتحالف التركي الإيراني الروسي بيان الجيش توعد بالقضاء على ما وصفه بجرائم الأسايش الساعية للسيطرة على المدينة حفاظا على الوحدة السورية المتهم في بيان الجيش يرد ببيان مضاد وفيه حملت وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية الجيش مسؤولية تسليم المدينة إلى داعش ومن ثم التلاعب بالحقائق تحقيقا لأجندات إقليمية خارجية المعني الأول في اتهامات الكردية وتفسيراتها للأجندات الإقليمية أنقر بلا شك العائدة أو الراغبة بالعودة القوية إلى الساحة السورية والكلام هنا لرئيس الوزراء التركي بن علي الدريم بتصريحات أدارت الدفة التركية 180 درجة واضعة أنقرة في صف واحد مع موسكو وتهران خط مستقيم يطيح بأحجار كثيرة على الرقعة السورية إن تحقق وحجر الدومينو الأول الذي هرعت الأطراف كافة لتحريكه كما يبدو من الأحداث المتخبطة هو الحجر الكردي الدعم الأمريكي المتجدد للبشمرقة قد يكون واحدا من رسائل المرحلة المقبلة المعني المباشر بالرسالة تركيا أردوغان أما المعنيون المتبقون فهم الحلفاء الجدد بقواعدهم فيها مدان وحميمين ليبقى الوقود واحدا كالعادة المدنيون في الحسكة هذه المرة للاقتراب أكثر من معطيات الوضع الميداني في الحسكة هذه قراءة على خريطة الأحداث والمشهد السياسي مع سامي تفضل سامي شكرا يوسف لابد أن نشير في البداية إلى أمرين أساسيين الأمر الأول أن الاشتباكات بين الجيش السوري ووحدات الحماية الكردية والأصائش في الحسكة هي الأعنف منذ بدء الأزمة السورية الأمر الثاني هذه أول مرة يرسل فيها الجيش السوري طائرات الحربية لضرب جماعات كردية منذ اندلاع الحرب الاشتباكات ازدادت حدتها في الثماني والأربعين ساعة الماضية في الحسكة ودارت كما نشاهد هنا في الخريطة دارت في وسط المدينة وسط مدينة الحسكة وفي حي النشوة القريب من مركز المدينة في هذا الحي حي النشوة استهدف الطيران الحربي السوري عدة مقرات وتجمعات عسكرية للأكراد وأمام هذا القصف حقيقة خرج وفر العديد من الأهالي باتجاه المناطق القريبة لكن هذا التطور دفع التحالف الدولي لمكافحة داعش للتدخل على الخط فأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية طائرات قالت طائرات حقيقة قالت إنها طائرات عسكرية قالت إنها من أجل حقيقة كما نشاهد هنا على الخارطة لحماية المستشارين الأمريكيين وأيضا حماية قوات التحالف وفي وقت لاحق قال البنتاجون إن الطائرات التي أرسلها سحبت قوات خاصة إلى مكان آمن ما هو هذا المكان الآمن؟ نحن نعرف بأن للأمريكيين قاعدتين عسكريتين في شمال سوريا في المناطق الكردية الأولى في أرميلان كما نشاهد هنا وأيضا طبعا هذه أرميلان فيها مطار عسكري هنا والأخرى في عين العرب كوباني هذه تقع تحت سيطرة الأكراد معروف أيضا أن عدد القوات الأمريكية الموجودة داخل هذه المناطق في شمال الكردي يصل إلى 300 جندي أمريكي أرسلتهم لتدريب القوات الكردية بينهم حوالي 45 عنصرا من سلاح المشاة البحرية المارينز أرسلتهم إلى قرية المبروكة هذه هي القرية كما نشاهد على الخارطة في قرية المبروكة بحجة العمل على نزع الألغام هذا بالإضافة إلى حضور عسكري للفرنسيين والإنجليز والألمان إذن يبدو أن تعقيدات المشهد تزداد يوما بعد يوم خصوصا بعد التقارب التركي الروسي الإيراني وربما في الأفق تقارب تركي سوري سنحاول أن نفهم هي المشكلة هل هي فعلا بين الأكراد هناك والحكومة السورية أم أن هناك تدخل إقليمي هو الموضوع موضوع إقليمي وهذه تداعياته على الأرض سنحاول أن نفهم ذلك من ضيفنا في بيروت الصحفي جاد يتيم جاد ساعدنا لنفهم هذه الصورة على الخريطة شاهدت الحسكة يعني منطقة كردية خالصة مفروض أنه ما في مشاكل الأكراد لا عندهم قتال مع الجيش السوري في معظم الأحيان وبالتالي اندلاع هذا العمل العسكري المواجهة الذي وصل إلى القصف بالطيران هل هو معركة داخلية فعلا مشكلة على التقاسم المدينة أم أنه له تداعيات إقليمية وكل يدلو بدلوه نعم هي أولا الحسكة يعني كان فيها قواعد اشتباك هي مناطق كان فيها داعش كان فيها قوات كردية حماية الشعب الكردي والأسايج وفيها قوات نظامية هلأ استطاعت قوات سوريا الديمقراطية والقوات الكردية فيها طرد داعش وإبعادها جدا عن مركز المدينة إلى أطراف الحسكة بقي قوات النظام هناك مفارس أمنية وهناك فوجين للنظام في قلب الحسكة وهناك القوات الكردية بطبيعة الحال أعطيك مثالا في القامشلي على سبيل المثال قواعد الاشتباك هي أن هناك نحو مفرزتين أمنيتين للنظام المطار العسكري في القامشلي أو المطار في القامشلي يدوره النظام والإيرانيون ولكن هذه المفارس الأمنية لا تستطيع أن تعتقل أي شخص أو تنفذ أي إجراء أمنية فقط شكلية كان هناك كذلك قواعد فك اجتباك في الحسكة هلأ ما حصل في الحسكة لو كان عابرا لم استمر لكل هذه الأيام ولما فشلت اليوم لأن اليوم كان في وساطة روسية قادها ضباط من قاعدة حميميم بين النظام والأكراد وعقدة اجتماعات في القامشلي لحل هذه المسألة ولم تتوصل إلى نتيجة ولم يستطع الطرفان التوصل إلى نتيجة ما أراه في الحسكة وأوافق على القول أنه بكل الأحوال المدنيون يدفعون الثمن يعني نحن اليوم نتحدث في عشية الذكرى الثالثة لمجرة الكيماوي في الغوطة الشرقية هذا دليل إضافي أنه على عدة عوامل العوامل من الأول أن هذا النظام حين يقتل المدنيين لا يفرق بين مدني في الحسكة كردي أو مدني عربي في الغوطة الشرقية رقم اثنين أن هذا النظام ربما بعدما استنفذ دور بيع أوراقه كهو مقاتل لداعش الآن يقدم نفسه بصفته مدافع عن وحدة سوريا ولكن بكل الأحوال وبكل تبدل الأدوار هذا انعكاس للقاءات جواد ضريف في أنقرة هذا انعكاس لزيارة أردوغان إلى روسيا هذا انعكاس لما نعرفه من معلومات من مصادر على أن هناك اتفاق فعلي بأن الأتراك باتوا يوافقون على وجود قبل حتى تصريح بن علي أتراك باتوا يوافقون على وجود الأسد في مرحلة لأنه بين الأسد والأكراد العدو فعلا هو كردي هل لا ما نشهده يتوازى في الوقت نفسه مثلا العدو هو أقول بي اسمح لي سيد جاد اسمح لي سيد جاد أنت ذكرت بأن هناك تواجد للإيرانيين والسوريين في القامش لمركزين عسكريين هناك تواجد أيضا في الحسكة إلى أين نتوقع أن تتطور الأمور؟ الأكراد تحدثوا عن ربما ردة فعل تجاه القوات السورية هل نتوقع أن يستمر القتال وبالتالي دحر القوات السورية أم من مصلحة الأكراد بقاء وجود الجيش السوري داخل المناطق الكردية؟ أولا ليس من مصلحة الأكراد بقاء الجيش السوري في مناطقهم لأنه نعرف أنه في عندهم أهداف نهائية منها إعلان على الأقل كيان بحكم ذاتي ولكن هم اعتمدوا سياسة القدم إذا كنا نريد وصفها بهذه الأمور هل يريدون طرد الجيش النظامي من الحسكة؟ للمعلومات أقول الأمريكيون لا يعطون الضوء الأخضر لهذا الموضوع الأكراد قادرون أرادت القوات الكردية على الأرض استغلال التواجد الحربي الأمريكي في الأجواء لطرد النظام لكن الأمريكيون حتى الآن لا يعطون الضوء الأخضر لماذا برأي؟ لكن دعني أقول في المقابل برأيي لأن الحسكة حاليا هي اختبار لاتفاق تم بين الروس والأتراك والإيرانيين بأي معنى؟ أنا أربطها صراحة بوقف أو مراوحة المرحلة الرابعة من الهجوم على حلب الهجوم معارضة على حلب لما تقول أنه تحرير باقي الأحياء الغربية من النظام بدأ الهجوم نحو أسبوع صار فيه تقدم بمعمل الإسمنت وفجأة باتت الأمور تراوح وما أعرفه عن الأرض أن هناك ضغط على هذه الفصائل للإبطاء في هذا الهجوم يترافق ذلك هذا التنازل من هنا مع تنازل هل فعلا النظام وروسيا صادقين في محاربة الأكراد أم لا؟ برأيي ما يجري الآن هو اختبار لإعادة ترتيب أوراق جديدة والإتفاقات جديدة يبدو حتى الآن أن الأمريكيون ليسوا تماما الأمريكيون ليسوا ضدها ولكن هم مش فيها وإلا فعلا إذا كان الأمريكيون يريدون إرسال رسالة إلى روسيا والنظام السوري بإرسال طائراتهم سواء كانت لإجلاء مستشارين لهم أم فقط لإرسال رسالة أنه نحن لا نريد نرفض ضرب الأكراد فهذا دليل أنه خارج هالاتفاءات اللي عم بتصير هل يريد الروس الذهاب بعيدا إلى حد خلاف وتناقض جديد مع الأمريكيين لا ولكنهم يعيدون ترتيب أوراق المنطقة في هذا الأسر إذا عدنا هنا كيف يمكن أن تؤثر هذه الصورة على منبج يعني الآن في كلام أن تركيا تستعد ربما لمعركة في جرابلوس من خلال ربما الجيش السوري الحر يتقدم في الراعي هناك في جبهة أخرى للأكراد هناك موجودة هل ما حصل في الحسكة يكفي؟ هل يمكن أن يكون له جولة أخرى في منطقة أخرى برأيك؟ كما ذكرت صحيح كان لافتا على سبيل المثال أن تعلن قوات سوريا الديمقراطية أنها بعد منبج ستتجه إلى الباب وليس إلى جرابلوس وهذا لا أضعه سوى في طريق ما تطالب به تركيا أساسا لأنه كانت معودي بشغلتين أنسحاب الأكراد من منبج وأن لا يدخل قوات كردية إلى الحدود بالقرب من الحدود التركية أي إلى جرابلوس في جرابلوس ما نراه الآن أن هناك تقدم للجيش الحر والفصائل القريبة منه من تركيا عبر الراعي باتجاه جرابلوس وبالتالي الأكراد سيكتفون بالباب الباب صراحة هي ذات هدفين أول شيء تؤكد أن الروس استطاعوا الضغط على الأكراد كلا يتقدموا إلى جرابلوس والباب هي مدينة بعد معركة منبج يستطيعون السيطرة عليها بسهولة وهذا يضيف إلى رصيدهم طبيعة لحال نصر معنوي لقوات سوريا الديمقراطية ولكن هنا دعني أتساءل قليلا حين يصف بيان جيش نظام الأسد القوات الكردية بأنها قوات إرهابية وهذه القوات هي حليفة لروسيا ونحن كما نعرف هل هذا يعني أن الروس استخدموا ورقة الأكراد والآن استغنوا عنها؟ هذا سؤال يترى بس هي ورقة الأكثر الأمريكان استغنوها في الفترة الأخيرة ولكن نحن نعرف أن تقدم كبير حققته قوات سوريا الديمقراطية في إرهاب الشمالي كانت تحت غطاء الغرات الجوية الروسية الضخمة قبل أذار الماضي هذا واضح جدا رقم اثنين الأمريكيون واضح أنهم متماسكين بهذه التحالف رقم اثنين فتح معركة الحسكة ونحن نعرف أن أي معركة باتجاه الرقة هي تنطلق من الحسكة وتحديدا من ريف الحسكة القريب من الرقة وهو حيث يتواجد لواء ثوار الرقة وفصال سورة ديمقراطية وهو منطقة عين عيسى فهل فتح معركة في الحسكة وإلهاء هذه القوات في الحسكة يعني أن هناك اتجاه لدى قوى ما بعرقلة أي هجوم على الرقة الآن هل لا تريد روسيا على سبيل المثال أن يقود الهجوم على الرقة قوات هي قريبة من الأمريكيين وتريد تأجيل موضوع الرقة لما وصفته سابقا بأنه تسابق على نهش الأراضي والفراغ الذي تتركه داعش يعني هناك جملة تعقيدات تضضح مع الأيام ولكن بالتأكيد ما يجري هو أنعكاس لترتيبات ولقاءات وتفاهمات جديدة تبدأ بأن القبول ببقاء الأسد لفترة انتقالية ولا تنتهي عند ذلك يعني مصير العلاقة الكردية مع النظام السوري إلى أين يتجه؟ نعرف بأن الأكراد موجودين في حي الشيخ مقصود في حلب هل نتوقع أن تسوء العلاقة أم العمر سيكون ربما أقل؟ وصفوهم بحزب العمال الكردستاني يعني فيها غزل لتركيا التي تقول بأن هذه القوات في سوريا هي امتداد للكردستاني صح تمام هو نفس الخطاب التركي هو ليس فقط غزل لكن هو استخدام نفس التعبير ما أقوله أساسا دعنا ننصف الأكراد في هذا الموضوع لم تكن العلاقة بين الأكراد والنظام أساسا هي علاقة هد ومحبة كانت هناك علاقة هدى ربما الخبرة السياسية تجب السياسية والحزبية للأكراد والعسكرية تجعلهم يمارسون التقية مع النظام يضعون خطوط اشتباك ولكن نحن نعرف تاريخ هذا النظام مع الأكراد في سوريا وتعريب المناطق الكردية وسحب الجنسيات من مئات لألاف وحتى نعرف أنه قاموا بثورة 2004 وقمعها بشدة ولكن هل العلاقة ستسوء هي سيئة دائما ولكن أرى أنها تتجه للإساءة لأنه إذا ثبتت أركان اتفاق جديد روسي وإيراني ومع النظام السوري وضمنه تركيا ضد الأكراد الأكراد سيشعرون بأنه من واجبهم إعادة تحديد أولوياتهم وأرى أنه من المعكسات ذلك أن قوات سوريا الديمقراطية أو تحديدا مكون الكردي فيها سيتوقف عن إرسال مقاتلين لتحرير مناطق من داعش وهي مناطق ذات غالبية عربية لا تمثل شيئا بالنسبة للمشروع الكردي نعم شكرا جزيلا لك جاد يتيم الصحف اللبناني حدثنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر